ويمكن في تمرينة النهاردة كولر كان بيشتغل بشكل كبير مع كل اللعبة على حدة وكان فيه اهتمام كده يعني ده اللي شفناه أو اللي وصلناه من تمرينة الأهلي ببرونو سافيو وقف معه كتير كلم معه كتير اداله توجيهات معينة وعلى فكرة برضو بدنيا سافيو بيتم تجهيزه بشكل طبعا بيتمرن مع الفرقة لكن بياخد جرعة إضافية يعني كنت بكلم برح على أنه الراجل مهتم جدا بالكهرباء وعمل له برنامج بعد ما بيتمرن مع الفريق فيه برنامج خاص بيتم تنفيذه المدة تقريبا 30 دقيقة بعد انتهاء المران وسافيو نفس الحكاية برضو بميستر كولر حاطط له برنامج منفرد بحيث أنه بعد ما يخلص التمرينة بيشتغل على حاجات تخصصية يعني مدي له فكرة أنه بيجري زيادة شوية عشان يرفع مستوى الأقل بدنية عمل له بعض التمرينات بالكرة مركز معه بشكل كبير جدا على أنه يشوت من بعيد حاطط له كرة في مناطق بعيدة شوية على المرمى وبيمرنوا على أنه التزديد عن بعد وده يمكن يكون مرتبط بالمركز الذي يفكر مستر كولر أنه يوظف فيه برنامج برسيتاو عمار حمدي برسيتاو خدنا منه نص موسم جيد جدا عمار حمدي يعني محدش يختلف في مصر على أنه كواليتي يعني عالية جدا عمار الحقيقة من الولاد اللي حظوهم كان وحش مع الإصابة زيه زي محمد محمود بالضبط وكمان حط مهام أكرم توفي لأنه أكرم كان وصل لفورما قبل الإصابة صعب أي حد في مصر يقعده صعب فإن شاء الله بإذن الله تراهن على التلاتة دول برسيتاو الجهاز طبي يمدي له وقته بشكل كبير قوي عايز يطمن على شفاءه عشان إصابة يعني قدر لا ما تتكرارش مرة تانية عمار حمدي إن شاء الله بإذن الله يرجع يبقى جاهز ورقه في منتهى منتهى الأهمية وأكرم توفي إن شاء الله إحنا شفناه يعني اتفرجنا الحمد واللي على في المعرب الأهم بالنسبة لي أنه وأكرم دايما من اللعيب اللي عندهم الروح واللعيب اللي عنده الروح ده تراهن عليه أنه يقدر يرجع بسرعة فإن شاء الله التلاتة يكونوا جاهزين في الموسم الجديد بسرعة